دعنا سعد الله وصباحكم مشاهدين الكرام مزول افلا والمرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من ضيف المورنينج نستمر هذا الاسبوع على الاقل هات اليومين باش نتكلموا على نتائج الباكالوريو باش نتكلموا على التوجيهات الجميعية على الاقل نحاول ونساعده ولو بجزء قصير في مستقبل خوطنا الطالبة الذين سيلتحقون بالجامعة في موسمها الدراسة 2022-2023 اذا اليوم سنتحدث على موضوع هام وكان ارق كثير من الطلباء على مدى سنوات وهو قضية الرياضية هذا المدى اللي اصبحت كشمار لدى التلاميذ في الاطوار النهائية سنتكلموا كذلك على التوجيهات وعلى النتائج بصفة عامة اذا اصعد اليوم باستضافة سيدة امينة حاج بن علي امينة حاج بن علي امينة حاج بن علي امينة حاج بن علي نقابة الكلام اذا سيدة امينة خلينا ابدأ معك بموضوع النتائج بصفة نهائية انتم اكيد كنقابة ونقابة معروفة ونقابة عريقة كيف شقرت نتائج نهائية البكالوريا اذا قبل كل شيء نشكركم على الاستضافة ثانيا اربي يقول نستهل الصباح بقول الله تعالى يرفع الله منكم درجات يعني ايه نسيت الآية يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا درجات والله بما تعملون خابير اذا نحب تنقول انه مبروك الكل اللي تحصل على بكالوريا جوان الفين واثنين وعشرين وهارد لك بالنسبة للناس اللي ما تحصلوش على البكالوريا ونقلهم العام المقبل بحول الله ويتحصلوا على نتائج جيدة ان شاء الله اذا قراءة الاولية لنتائج البكالوريا كيف شكوها سيدة اذا احنا نقابة اول قراءة اولية كانت المعدل معدل تسعة خمسين نعم احنا نرى انه قرار غير بيداغوجي لانه يعني زمن الكورونا فات يعني رانا سنتين تع كورونا وين كانت الكورونا معلش نتفهم الوضع انه المعدل يكون تسعة ويكون تسعة خمسين لكن هذه المرة كانت الظروف جد عادية ويعني قمنا بالتدريس بصفتين عادية وانهينا يعني غليبية البرامج انما يقول كل البرنامج احنا نقوله كل المؤسسات الابليفاق كملوا البرنامج كونك احنا شفناه انه قرار غير بيداغوجي بدليل انه نسبة الناجح كان 58 بالمئة يعني بمعدل تسعة خمسين نعم اذا نخليني نقعد معك تسعة خمسين يلا انا اليوم جيتين انتي في هذه النقطة هذه تسعة خمسين اليوم تشوف انتي بلي تشوفي قرار غير بيداغوجي هل تشوفي باللي الباكالوريا نعم بصغتها الجزائرية نعم فيها عدالة بيداغوجية هل من المنطق انه تلاميذ او طالب تلاميذ يقرأوا سنة كاملة ثم يجي نهار الباكالوريا بوضعين ربما نفسي سي بالطراك بالابريسيون بالضغط بكلش نعم نقدروا نهدموا له حياته لما ما يخدمش هذي كلمات دا وبعد ما يجيبش الباكالوريا وبعد خلاص حياته هل لماذا درانا لسقين ذوك في تسعة خفاصة الخمسين علش ما رحتوش تلسقوا في كيفية ايجاد حل انه التلميذ اللي يقرأ عام كامل نعم هدك التعب اللي يقرأ عام كامل رح يلقاه في شهادة او في نتيجة الباكالوريا يعني كرونشيته في نقطة واحدة نتسعة خفاصة الخمسين هذا اللي جابت سعة خفاصة الخمسين كنقدر يجيب عشرة يعني هي من تفاصيل قصة صغيرة تفاصيل صغيرة ولما تكلموا عن الكورونا لما سمحتوا انه يديروا السنة الماضية سعة خفاصة الخمسين ما تنسوش انه نفس التلميذ كانوا يقرأوا السنة التانية تانوي اللي يجوزواها بالعام الباكالوريا نعم كانوا يمروا به نفس الظروف اللي يمروا بها تلميذ نهائي السنة الماضية يعني ما قرأوا ما تبعوا والمدارس كانت بعقلية تفويج اليوم تكلموا على تسعة خفاصة الخمسين وكأنه درنا جريمة كبيرة أنا نفسه هنا للدفاع على القرار ولكن لأنه شفتش ضار كثير عندكم وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي وكأنه هذه الجريمة الواحدة التي وقعت في الجزائر الآن نحن نواجبك بصفتي أستاذة رياضيات بل نحن نجاوبك بصفتي نقابية آآ سفتي أستاذة رياضيات يلا سيدي الكريم ما تنساش دوك احنا يلقبنا بمعدل تسعة خمسين نعم أنا بالنسبة لي بالمنطق ديالي وشي يقول إما لاتك في سنوات سنة أولى والتانية لباساش تانية تنديروه بتسعة خمسين يعني شهادة الباكالوريا شهادة مصيرية وشهادة مصيرية يحضر لها يحضر لها ماشي عام لا لكنه يحضروا بدليل بدليل التحضيرات كاينة كاينة لإنسان يعني يقول يكذب عليك الباكالوريا باش تروح تتجوزها لازم تجوز لازم يكون عندك كورسوس لازم تكون واجد كنقابية الآن تسعة خمسين احنا كنا رفضين للعمليفات وللعمليفات يعني عندنا ثم الكلا يعني عندكم عندكم إشكالية معاهم أنا نشفى شوفي الكلا على الأقل أنا 12 سنة و 13 سنة فتبعت شوية فيهم تربيه 12 سنة قبل ما كنتش نتبعها تربيه الكلا دوما لا 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 مش دوما لا كتكون حاجة مليحة من أحسن نقوله له أحسن من أحسن من أحسن من أحسن وقلوا احنا نقوله وجهة نادر تبقى وجهة نادر لأنه ما رح يش نعطره القرار خلاص تسعة خمسين والنسبة رحي تمنية وخمسين وراهم ناجحين يعني ما كانش تغير ما حش يكون تغير يكون تغير بدليل أنه يكون واحد يعني جماعة قالت لا لا علاش بس كيروح لله프ك يعني كيروح للجامعة ديجل أول حاجة اللي یہ راح يختار أطيني أول حاجة راح يختارها بتسعة خمسين لمسكي؛ يلدا عشرة يعني وش الفرق بينه بين يلدا تسعة خمسين شي تسعة خمسين سيவي ليدا عشرة وش الفرق بينه بين يلدا تسعة خمسين يا سيدي مبارك عليهم أعبيك بدهزير هذا مشكلتي اليوم معاك لدى تسعة فاصل خمسة حنا نفضله انه يكون تشاور في هذه المواضيع المصيرية كما شاوروش هدو المشكل هدو المشكل كما شاوروش ارتجل في القرارات انا تكلك سؤال سيدتي الكريمة واستدتي الكريمة ولو انه استدت الرياضيات لديك دايما مشكل معكم تسعة فاصل خمسة وعشرة المعدل فيما صارو الدراسي وراه الفرق بينتهم سيفر خمسة سيفر خمسة نقطة كبيرة بالزاب يعني بسيفر خمسة يقدر يخرج للدكتور ماشي دكتور لكن اموال النغم اللي رانا نمشو بهم احنا معدل عشرة يعتبرون ناجحا خلاص قلنا بالليل كورونا يتومنا بسحاد العام يخرجوا في التواصل الاجتماعي في تلفاز الجزائرية الوزارة الوصية تقول لك الدراسة كانت بشكل عادي جموا ممكنت بشكل عادي خلوا المعدلات كما كانت ما جاوبت ايديش هلت سيفر خمسة سيفر خمسين نقطة كبير نقطة سيفر خمسين كلها ساحة 49 ما يتحصلش على باكالوريا وتخوفي ساكسين نعمال اي مالاتيك نجاوبك على حسب 9 ساعة 40 ما الفرق بين 9 ساعة هلو كانوا نكملوا نتبعها ما في 8 ساعة و90 لازم يجيبوا لانو كان يقرب 9 اي مالاتيك يعين 0-0-1 الـ 0-0-1 الحيصة رح نكملها غير تسافة بالشمسة والفرق بين اي وعشرة لانو في النهاية اللي جاب 9.5 اللي جاب 10 رح يلقى صعوبة في توجه نعم ها دعني معك نتافق معك لا لا نتافق معك سيدة منا مدامك أستاذة الرياضيات يلا خليني ندخلك في هذه النقطة بالذات لكوش مار هذا اللي عايشين وتلاميذ تاليات لماذا لحد الان الرياضيات هي العائق الوحيد لدى التلاميذ لاجتياز اي امتحان هل مشكلة؟ بيكم كأساتيدة ما كنت تهمون الرياضيات هل مشكلة انه هناك ربما تعقيدات في البرنامج الخاص بالرياضيات؟ نجاب نسخسك ثاني كنت بيان في المات الرياضيات أنا أنا وكمانيش في الكاميرا أنا مقدم نجد بالك ولكن ألا بيب لأساتي سوف أخسكت لينتومها مننا في الرياضيات اللي نحتارمهم واللي قريت عندهم في تالي نا يبا صافي بليزيق كنت من بين ضعافة أو الأضعف الرياضيات؟ شوف سيدي الكريم حسبها مجلة غالوب واحد سنة دات صبر أراء وقالت باللي ودراسة معمّقة مادة الرياضيات هي مادة صعبة لا غبار عليها لكن الرياضيات هي اكتساب هي اكتساب هي اكتساب من ايه ابتدائي؟ إنما نقول في المنزل تلعب معه وليدك تلعب معه في الرياضيات قادر ونفق ما نساكل دوويت ما باليشانايا نحسبو تغادى قائق نقولو الأرقام مهديا نوجدوه نأهلوه نأهلوه قبل في الأسرة ومبعد نأهلوه في المدرسة والمدرسة كما يقول له ما يخفى لكش إنه المدرسة بكل ما تعانيه من صعوبات خاصة المدرسة الجزائرية من طور الابتدائي إلى غاية التانوي عندها صعوبات كبيرة تبقى شوية يعني إحنا الابتدائي الأساتي دو مدى بهم كامل يخرجوا هيلين في الرياضيات ولكن الأضعف نقاط رهي في الرياضيات بيانسور قلت لك هي مادة صعبة مادة صعبة لكن إحنا باش نقولو يكون عندنا أمو إنباز كما تكونش عندك لاباز ما تقدرش تواصل كما نقول لك ونس تعلمت تانيت منهج دروس الخصوصية ما يعرفش والليدين دير دروس خصوصية خليه يفكر خليه يخمم خليه يبدأ أمو يستعمل العقل الديال والعقل الباطن عبك العقل الباطن نسي تأسي تخيز أمبورتو الإنسان لازم يعلم كيف شرب يوليده غير بالعقل غير بالعقل غير بالعقل باللتي هي أحسن وبعد ذلك يدخل الابتدائي إيزا يدي يتلقى كل هذه المعلومات اللي كانت عنده مكتسبة في الرياضيات اللي كانت هكذا مخلطة شوية راح تكون بعد ذلك منظمة من طرف الأستاذ طبعا الأستاذ يكون عنده دور كبير ومشي غير الأستاذ بينسوق المحيط الخارجي عنده دور كبير أوسي ذلك الرياضيات تبقى صعبة لكن الإنسان لازم إيطابة غيطاب حتى يقول لي يعني نتكلموا الآن على الطلبة الآن اسميهم طلبة الذين حصلوا على شهادة الباكالوريا أولا الآن نراهم حبيت أنتي بتسعة فاصل الخمسين لا ما حبيت إيش راحوا في الجميع يعني يورا كبار كتيلهم ألف مبروك نعم هؤلاء كيفاش تشوف توجيهات ديالهم الآن هل هناك ستكون هناك إشكالية كبيرة في توجيهات الجميع نضمنا أنه الوزارة الوصية لو خدت قرار تحت سعة خمسين نحن أخذ بالجانب هذا تعالى الاختيارات يعني هنا المعدلات أنا نشوف معدل الطب راحوا 15.90 يعني كنت تنزيل من طرف الوزارة الوصية كاش لكن معدل يبقى معدل ما زال معدل القبل آه يعني لكن أنا كنت أخذ قرار القرار عنده فروع والفروع هذوك من بين هذوك الفروع لازم المعدلات تعالى المدارس ماشي المدارس ما نقولوش لزيكل ما نقولو الجامعات لازم تنزل شوية بس كيسا سخيطة لوجيك ولا ولا كاين تاني توجيهات يعني يقدروا يبعتهم ما شوية بعيد على الولاياتهم على ولاياتهم لأنه كيقولوا مقاعد ما قولوش مناصب يقدروا يبعتهم آيو دونك حيكون كائنا إشكالية كيما كل عام نعم قضية الطلبة اللي قرار ورياضيات لما تيلا العاملي فات كالنا 94 طالب هكذا 172 172 جازوا منهم 94 أقصي 94 طالب على شو أقصي 94 أقصي 94 طالب لأنه من الشورط ربما على حسب شوف عنديش معلومة كبيرة لكن المعلومة اللي راه عندي أنهم لم يكونوا على ديراية أنه كان معدل إقصائي في مقياس ما يعني لم تتحصل إلى مقياس 14 في العام يكون عندك مقياس مقصى فيه ما تقدرش ما بات تخل غا تخافاش هذا الشي ما كانش على بالهم الطلبة على حسب ديراية تاعي طوك يعني المعايير التي تسير عليها هذه المدرسة دمي الطلبة ما على بالهم شبه النقطة هاي ما يقدرش يكون واحد على بال وذو جرب ما لانفوغ ما نقولوش ما على بالهمش ما على نفوغ ما لانفوغ يحق لك واحد هكذا معلومة ليك المعلومة ما تكونش كاملة جمعه ما تكونش كاملة دونك ساب يقول لك نكمل نخدم ونكمل هادية وعلى ربي هاد سنة شحل ما في طلبة رياضية شحل يمر الجامعة لماتيلم ما نسبة 74% شفيت 74% نعم ضمن أن توجه الجزاء الآن سواء السياسي والتوجه الاقتصادي وماشي لتكنولوجيا وماشي للعلم أو للعلوم أنتم كساتدات الرياضيات نشوفوا باللي احنا قادرين تكون عندنا نوابغ يتخرجوا من الجامعة الجزائرية مختصين سواء في الرياضيات ولا في العلوم ولا في تكنولوجيا أنكين جامعات متخصصة للنوابغ سيدي عبدالله نعم ما كدبش لك يعني الوقت الخبرة الصغيرة المتواضعة في المجال هادات الرياضيات تفنطح في تلاميذ يبهرونا لإجابة ما تكونش كيمة لإجابة تانا خل منكم بيانشو وكانت تلاميذو حدوخرين يبهروكم بيانشو المعجيزات جزائر المعجيزات وهادك ليبهرك من بالأخر يكون ناجح في حوال يجو حدوخرين صعب الباطل يغماشي ناجح في المات قادر يكون ناجح في حوال يبهرونا بهم كتر من نوابق لكن نوابق دفوع نغن أعطيك بمثال في تحيط عبا كالوريا عندنا تحيح نموذجي ما يسمى بتحيح نموذجي يجينا بالوزارة يبهرونا في الأوراق ليدو عشرين يعني تتفاجأ بإجابات ما شاء الله إجابات خارجة كيين ليدو عشرين في الرياضيات ينسو كيين بزف ليدو عشرين في الرياضيات متشوفوش أنتوما الآن بدل أنكم سمحيلي بين قوسين نعم نقابة نقعدوا لاسقين في 9.50 نقعدوا لاسقين في مشكلة ما شعرفنا أكيد مشاكل المادية ديالكم ولا المشاكل يعني هي هذك من حقكم ولا واحد لأنكم أكتر الناس اللي لازم تعتني بهم الدولة شكرا جزيلا الأساتذة لازم يكونوا في مرتبة الأعلى قايتك بعدين يجوا كل المرات شكرا جزيلا سودي لكن هل الآن مشتوش باللي لازم تمكن نقابات حاولوا كيفاش تعاونوا باش نخلقوا نموذج بيداغوجي يتماشى مع تطورات في العالم مع الاقتصاد بعيدا على ربما الدراسة الكلاسيكية يعني نقدروا من السيام نخيروا تلاميذ مختصين في الرياضيات تلاميذ في التكنولوجيا تلاميذ في الفيزياء مثلا هذو كلهم نديرهم في تانويات خاصة يعني والله سيدي الكريم احنا أنا نقبتي باش يعني انضميت لها وهذا من من سنوات كثيرة نعم شفت بلي أنها تطرق لكل المريادين التعليمية التعلومية التي تخص المتعلم والتي جوهرها الأستاذ يعني يبقى يبقى دايما عندنا مشكلة إمكانيات ويبقى مشكلة تشاور يعني كان حوايج ما يشاوروناش كأسات أيضا مشيغل كان ناقبة يعني قدرت لكل رياضيات ودكاء إصطناعي وكامل لكن أسكي المغيت بالمدرسة الجزائرية عموما في كل الولايات أنا كنا نهضرها كده نتفكر الناس الجنوب أنا نتفكر الناس الجنوب ما زالها المدارس هذيك يعني خارج عن النطاق يعني ما زلنا نتكلمه في إمكانيات أو دول كبيرة خلاص ولا دول صغيرة مجاورة خلاص رايش غل واسمه يعني تانت أكتر ما الإمكانيات ما لقى إحنا الدولة يعني نغط بيتخوليا عندنا ثروات كبيرة لكن تبقى ميزانية التعليم هي الميزانية يعني بغمية لدغني طبق أنا نشوف باللي لازم بغمية التعليم رايش في المرات تبقى الأولى الرابعة بالصح تبقى تالتا تبقى الأولى تولي الأولى تولي الأولى لما ندخل في حاجة وحدة أخرى لأنه التعليم هو أساس بناء الدولة نعم ما عليش متافق معك في هذه ولكن هل تشوفي الآن باللي لازم تدافع كذلك كما قلت لك بيداغوجيا كيفاش نخلق تلاميذ نوابغ منهم يخرجون طالب نوابغ منها يخرجون علامة ويخرجون مكتشفين يخرجون ربما ناس اللي تقدر تعاون في تطوير الاقتصاد الوطني هي لازم يكون مدرسة نتكلم نحنا كما يقول في المدرسة في الابتداء الأستاذ غير يشوف إنسان ولا أنه ما يخممش يعني كما الأخرين كما قلوا لا لا ماشي كاملين ليخدم بيدامير نحضر لك على الإنسان يسيني عليه ببعد يخلي وفادي في المدرسة هو لي عليه أنه يسيني عليه في تطوير الأستاذ وش راح يقدر يدير يعني بحويج وحد أخرين أنا مش نكلم على الأستاذ نكلم على قطاع أنتم نقابة دوما تسمون تسمون بالشركاء نعم هكذا علاش ممشيتوش لخلق مدارس للنوابغ وثنويات للنوابغ هلاش نروح يدوك للحقوق الجامعة لفيها للنوابغ مثلا جامعة وحدة في الجزائر تالنوابغ لكن هو محور يعني حاجات فكرنا فيهم كأسات فكرنا في هذا الشيء لكن الفكرة لازم لها تطبيق وتطبيق ما شي غير في هذا دومان كنقوله غير نوابغ في الرياضيات كما قلت أنا ما قلت نوابغ في الرياضيات نوابغ في الفيزيك نوابغ كما راك تقول لكن يكون عندك فكرة والفكرة لازم لها تطبيق ما مهدا مديت الفكرة وما كان تطبيق أساتدة الجامعات يشتكون من المستوى الذي يأتون به التلاميذ أو طلبة ثانويات بعد البكالوريا هل المشكل في الأسات دائم المشكل في مشكل دلكم مشكل مع أسات الجامعات هل المشكل في المستوى الدراسي اللي يستوعب التلميذ أم المشكل في البرنامج البيداغوجي وين راه المشكل بالذات لأنه التلاميذ الميل اللي حق الجامعة رح يصطدموا بواقع آخر ويصطدموا بإشكاليات كبيرة أنا أنا هاد سيد داغنيات اكتشفت واحد الحاجة منهج الحفظ عمر ما شفت التمرين قلوه هوليك كيف شي يحل هذا دير هقد ودير هقد ودير هقد خطوة عمر ما شفت هقد هنشفت هقد غني هدية يعني هكذا هاد تمرين نعطي كميثال صغير علم تجريبية كامل داخلين احتمالات احتمالات يطيح احتمالات 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 حلو كامل تمارين شبوغي ما يطيحوش يعني لو كام يطيحش في السيوجة يطيح غير الفصل الأول طبق هنا ولفوا ولفوا الحفظ ولفوا حاجة ليتولفها طب حاجة حاجة ماذا كل يولفهم انتو مرئسة تدال لا مش احنا يا أخي الكاريم احنا نمدوا المنهج اللي تقدر وتنساش من الحجم الساعي نظر على الثانوي مثلا رياضيات في تصير واقتصاد عدنا ربع حيصص ربع حيصص أسكو تشوفها كافية باش تمد كل حاجة تمد لإسانسيال طب كي تمد لإسانسيال وبعد الليلة هو وحده هو يزيد يبحث يزيد يحل تمارين يزيد يحوز كتر لازم أنت يكون إنسان يكون شوية يعتمد على نفسه إذا ما اعتمدش على نفسه أحيي يلقى روحو آه هاد تمارين بسما يطح غير هاد تمارين درت واحد الحاجة بقزم مثال صغير التمارين أعطيت واجب منزلي قطلهم يفاش نعطي هو لك واجب منزلي خمستاش اليوم ما تقدرش تحلوه أوكي هم بخوبلم نو بخوبلم مشي الأساتي دا بخوبلم عام وهو عام نظر جوبتين إن شاء الله شيروحوا الجامعة بمستوى لم أقول ضعيف ولكن متوسط المستوى أين الإشكالية هل درستم في نهاية السنة كان قابات نعم دفعوا قيلت السنة على كتير من الأمور في بعض الأحيان دخلت في أمور سياسية ولكن دافعوا على كتير من الأمور هل أنتم تدروا تقييم بداغوجي مش تقييم مثلا شحى المؤدلات تقييم بداغوجي أين الخلل اليوم لما نشوف تراجع نسبة الناجح نعم الكلية تحمل مسؤولية نعم هل راجعتون هل درتوا تقييم لماذا تراجعوا مثلا في التنوية لماذا تنم كالكلا نقابال مختصة بتنويات لماذا تراجعت النتائج تكمية تنوي احنا من بين الحاجة زياد الواتساء وخمسين لأنه راح نزيد وثيره وكما حش نكتر الحاجة حاجة اللي ركزنا عليها بوكو بليس تسرب المدرسي هاي معاناة كبيرة يغطوا الشمس بالغربال رهم لكن تسرب المدرسي رهم عميق في الجزائر من يتسبب تسرب المدرسي تسرب المدرسي أنا نقول أولاً دروس الخصوصية اللي في نفس الوقت مع الدراسة هذا الشي ما نقدبش عليك يا دروس خصوصية على الأستاذ يعني بسهل لكن دروس خصوصية مكاش رقابة وقت كيفاش عتمني عندك سيونس في الليسي مترحش سيونس بس كو عندك دروس خصوصية آيو هذا الشي مرفوض تماماً كنقبي كأستاذ كإنسان ولكن لا يعاقب التلميذ لأنه لم يذهب إلى الثانوية أيام أيام دراسة جستو هنا نحن تخلك في حاجة وكذلك أنتم كأساتدة اليوم تقول لماذا تلميذ في نفس الوقت عنده الحق يقول لك هنا نروح نقرأ ولا منحش نقرأ المؤدل ما رح يزيد لي ما رح ينقسلي لهذا لا ما نقسلوش ما نقسلوش لأنه ما رح يقرأ رح يدير لدروس خصوصية ولكن علاش ما مشيتوش في نقطة أنه ندير ويرح يقرأ سنة ثانية تناوي عنده نقطة قيمية على الأقل هذي كيدا فشل في مادة ما خلال يوم تالبك تعوض له هذيك النقطة لأنه درس خلال السنة سامحني جستو أنا هذا ما دعت له نقابتان منذ سنوات وهي البطاقة التركيبية لكن البطاقة التركيبية ماشي تضخيمية للعالمات بطاقة تركيبية رح تعتمد على معدلات الفرد تنوات ثالث تنوات ثالث إنما نقول ندير معايير تقييمية يعني معايير نمشو عليها في البطاقة التركيبية رس كون بعدتك يكون تضخيم ربما يكون تضخيم للعالمات وهذا شيء كذلك يزيد يحبط النفو كتر وكتر كما رأيك تقول بالنسبة وش كنا نقوله بالنسبة السؤال السؤال لماذا قلت لك لماذا ما يكونش لنتما مثلا ما كاش تلمين ما كاش يكون يقيمه لأنه يقيم له النقطة أنه طيلة سنة روي رحي لا لا وقلت لي تاني تعالى لتسرب المدرسية يش كون يحسبه سيسا تسرب المدرسية يدوك التلاميذ هؤلاء ويعرفوا يعرفوا القوانين عندهم يقول لك شوف ثلاثين ساعة يعتبروا كش نقوله مشطوب من قوائم المدرسية هكذا هو يجي في ساعة تسعة وعشرين تعقبوا تعقبوش لأنه سلطة القانون رح تقول لك ما تعقبوش عنده جستيفيكاتي طيب سيتوتا أنا نطلب من تاني تم القاطع بقى ما شي كاملين يعني الإنسان لازم يكون مراعي نضامير دياله باش ندير ورقة للإنسان وراقت في الدار ولا راهو في جهة أخرى وما راهوش في الليسي ومعدتك يجي ورقة بلي يعني كانوا مريد ولا لا لا هكذا نزيلوا نحطموا أنا ندعيهم ما شي كاملين أبيان سعوك اللي عندهم ضامير مهاني ضامير مهاني لازم يكون عام عام أنا نقول لك المشكلة ما شي مشكلة ترباوي برك ما هو مشكلة عام أنا نضرب وحدنا مع التلميذ شغل مع الشغل المدابي نحن أنا ما ما شي مدابية التنوية ديالي تحصل على 100% نتحب عام مدابية الأستاذ هو شوف يكذب عليك هو محول عملية تعلمية وثاني تنقصه شوية الضغط على الأستاذ مش كاملين نهضره سعر ما نقوله احنا نهضر لك في الفوت ما نشقع جامل بالماضي إنسان ما قراش يرحم بابك يدخلوا روحوا في كامل الحوايج خلوا الناس المختصين هم ليتكرموا في هذا أمر فلنتفق معك كل تحية وتقديروا الاحترام لكم أساتذتنا الكرام ويمنى دوما من السلطات إنه يديروكم أنتم كامعي الأولي بالعناية بكم لأنه تبدأ المجتمع ويبدأ تطور البلاد من الأستاذ حبينا أو كرهنا ليس من أي كان إذن نقاط هذه لطرقنا لهم انت فقط أزاجتك أو أزاجتكم 9.5 أنا أبارك لكل من تحصل على باكالوريا 9.5 إلى غاية 19 لأنه من حقوئين كان ونتمنى أنه إن شاء الله تطرقنا خلال هذه اليومين نخصناهم للباكالوريا أمس واليوم إلى كل النقاط التي تتعلق سواء بمستقبل الطلبة وبتقييم لدرناه اليوم على الباكالوريا شكرا لك كنت ضيفة عزيزة علينا أنتقي في موعد آخر شكرا لكم مرسي إذن مشاهدين الكرام كان هذا عدد اليوم والعدد الأخير فيما يخص نتيج الباكالوريا وفيما يخص ملف الباكالوريا نتمنى لهم كل التوفيق للطلبة إن شاء الله للتحق بالجامعة وصلنا نهاية عدد اليوم لأننا نلتقي بكم غدا إن شاء الله بمع ضيف آخر لقطاع آخر ما بقى لي في نهاية لأننا نقولكم مدام الله إزال جزائر حفظة أبنها وسط رشبه إليك محمد لاستكمال متبقى من برنامج شرق مرنك شكرا لك بلا نطقي قدم بحول الله إن شاء الله شكرا لك نعود إليكم مشاهدين من جديد لمواصلة فقرة البرنامج